اشتركوا في القناة لا أداه الله قال له كان الدين لعلك مثل جبل الله يأدي عنك اللهم أكفيني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن من سواك الدعاء الثاني الدعاء الثاني هذا لمقدمة لكن ختام الدعاء اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزبك بداية المقدمة اللهم لا مانع لي ما أعطيت ولا ما أعطي لما منعت ولا قابض لما بسط ولا بسط لما قبضت ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت هذا مقدمة شديد وبعدين اللهم يبسط علينا بركاتك ورحمتك وفضلك ونسقك ثلاثة الدعاء المعروف من أذكار صباح المساء اللهم أنني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وفي حديث آخر من ضملة وأعوذ بك من المأثم والمغرم اللي هو الدين أربعة هذا الدعاء جزء من أذكار النوم في عندنا دعاء أو ذكر من أذكار النوم طويل آخر يخص الرزق اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر كل هذا الجزء على الأقل في أي دعاء أنت تدعو بإذن الله يكون سبب من الغنى الدعاء الخامس قبل الأخير دعاء طويل بس بقول لهم مرة ما يخالف وإن شاء الله بدنا الله نزلكم يوم وقيت لكم وانا اللهم مالك الملك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام لو كان عليك مثل جبل أعد دين لا أده الله عنك مثل جبل أحد عليك دين الله يأدي عنك هذا الدعاء تلتزمه لا تخلي قوله طويل بس تحفظه خلاص سهل ترى ما ياخذون الثوالي آخر دعاء ذكر جميل جدا النبي عليه الصلاة والسلام علم أعرابي ذكر ليه الباقية الصالحات قال سبحان الله والحمد لله ولا إله لأهل الله والله أكبر فجذي مسكهم الصحابي العرابي بإيذة وراح يوم راحت يوم راحت لهم لي طق بريك وقف فلما النبي عليه الصلاة والسلام شافه قال الصحابة قال تفكر البائس شوفوا شوفوا إياكم شان يرجع قال يا رسول الله هذه اللي علمتني يا ربي فما لي هذه حق الله أنا قاعد كن ربي زين شنو لي أنا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت ثم تقول هذا الشهاد الحين اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت اللهم ارحمني يقول الله قد فعلت اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت هذا الذكر لا تنسى يعني أنت ش تقول تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني سبحان الله والحمد لله ولا الاهل الله والله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني كذر هذا الباقيات الصالحات وبعدين تعطيهمها الدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارزقني لأن الله يقول بقرام قد فعلت يعني غفرتك ورحمتك ورزقتك هذا وعد من رب العالمين هذه الأذكار الستة طبعا في أدعية كثيرة في الرزق يعني من ضمنها وارزقني كذا لكن هذه اللي تكون واضحة وخاصة في مسألة الرزق سواء قضاء الدين سواء الرزق وإن رب العالمين يعطيك إن شاء الله ما دعوته وراجوته هذه الأشياء اللي حبيت بينها في أسباب الرزق بشكل سريع واحد تقوى الله أثين التوكل على الله ثلاثة الاستغفار والتوبة أربعة التفرر للعبادة خمسة صلة الأرحام ستة المتابعة بين الحجو العمرة سبعة شكر الله ثمانية اللجوء إلى الله عند الحاجة وإنزال الفاقة به تسعة الصدقة عشرة الصلاة ثم عندنا ست أدعية حسنتي أني مراسلكم من سعد العبدالله هذا اللي حبيت أبينا لكم إن شاء الله يا ربي ينفعنا ويا ربي يكون هذا الكلام اللي قلناه سبب إن ربي يفتح علينا جميعا الأرزق والخير والنعم ويكثر مالنا ويبارك لنا فيه هو الرزاق هو الغني هو الكريم هو المنان هو الوهاب هو المعطي ما تعدم خير من رب سبحانه وتعالى عسى الله يباركناه لكم بس عطوني فتش فتش شوي خنا أحفظ لكم اللايف وعابل بهالستاند وإن شاء الله أرجع لكم معك سؤال جواب الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر